تحديدا البطولة العربية فريق السفاكسي في كابتن حسام البدري عمل إنجاز كبير جدا وقدر إنه هو يفوز على الهلال السوداني فريق السفاكسي تأهل إلى مرحلة المجموعات في البطولة العربية في مجموعة دم الترجي والتحاد جدة ونادي الشرطة العرق هل كابتن حسام البدري بقى مكمل مع الفريق ولا مش مكمل مع الفريق كابتن حسام البدري كان في نقطة في عقده بتقول إن عقده بينتهي في شهر أغسطس مع إمكانية التمديد لموسم مقبل لكن كابتن حسام البدري مدارب كبير جدا وعنده عروض كثيرة جدا حتى الآن كابتن حسام البدري لم يتخذ القرار لكن إدارة السفاكسي بتفضل طبعا بقاء كابتن حسام البدري في الفريق عشان يقود الفريق خلال البطولة العربية لو اتكلمنا بقى عن الهلال السوداني طبعا فرقة الهلال السوداني اتفرجنا عليها في مرحلة المجموعات في دورة أبطال أفريقيا وفرقة عندها عدد كبير جدا من المحترفين اللي بدأوا يتركوا الفريق كلنا عالفين المشاكل اللي حصلت في السودان في الفترة الماضية وفيه اكتر من لعب محترف في فريق الهلال السوداني بدأ يترك الفريق وان هما خطبوا الفيفا وتكلموا وقالوا ان فيه ظروف بتخليهم ان هما ما يكملوش في عقودهم مع فريق الهلال السوداني دي مشاكل كبيرة وجهة الهلال السوداني في الفترة الماضية